17 إبريل سنة 2011 أصدرت شركة HBO أولى حلقات مسلسل Game of Thrones مسلسل ملحمي قدر يعيشنا في عالم خيالي تماما عالم لسه فيه الحرب بالسيف وفيه تنانين وماليان سراغات قدر المسلسل من بداياته أنه يجزب انتباه المشاهدين وحقق جوايس كتير لكن الموسم الثامن والأخير كان فيه شوية مشاكل وده اللي هنتكلم فيه النهر السلام عليكم ازايكم عاملين ايه معكم احمد جويش في قناة برومو اهلا بيكم في اولى فيديوهاتي اللي هتكلم فيه عن مسلسل Game of Thrones الموسم الثامن كان انتهى الموسم السابع على ان نايت كينج قدر يهد الصور وداخل بجيش الاموات عشان يقضي على جميع اشكال الحياة ومن بعدها بدأ الاعلان على انزول الموسم الثامن واول حاجة قالوها انه هو هيبقى ستة حلقات بس مع اننا متعودين ان دايما المسلسل بيبقى عشر حلقات بس قلنا مش مشكلة كان الموسم السابع كان سبع حلقات بس بس كانوا سبع حلقات كويسين يعني اه لغاية ما جي معاد عرض اول حلقة دلوقتي عندك مسلسل بقاعدة جماهيرية كبيرة زي جيمة في سرونز وموسم اخراني وستة حلقات بس فما فيش وقت ان انت تعمل لنا فيها حلقة مدخل او يعني ايه اللي هو حلقة تسخين كده نسخن بيها لان ده موسم اخران يا جماعة مش كده ده بالزبط اللي حصل في الحلقة الاولى حلقة يعني مفيهاش اي احداث مجهولة بالنسبة لنا كل الاحداث اللي فيها مجرد تحضيرات للحرب بس واحنا عارفين ان خلاص الحرب جاية فيعني عدوها بقى مش كده جات بعدها الحلقة التانية اللي كانت نفس ريتم الحلقة الاولى بالزبط مفيش فيها اي تغيير يعني انا كنت مدهي من حلقة واحدة تسخين بقوا حلقتين تسخين ايه يا جماعة هنقضي الموسم كله تسخين ولا ايه جات بعديها الحلقة التالتة حلقة المعركة الحلقة المنتظرة الحلقة اللي اساسا رقم واحد واتنين بيسخنوا يعني بيعملوا لها مدخل بس بيفرشوا لها كده علشان هي ايه تيجي حلقة المعركة بين جيش الاموات التنين بتاعه وجونس نور فاكو يعني الحلقة الصراحة جماعة هي حلقة كويسة يعني انا مش هاضيت فيها ياما اقول ان هي حلقة وحشة هي حلقة كويسة هي اخراجيا وحشة يعني تقريبا النور كان قاطع فيها طول المعركة يعني ما شفناش حاجة هي تنفذها اخراجيا صعبا اعترف بحاجة دات دي بس هي برضو يعني برضو وحشة اخراجيا انت لو بتتفرج علشان لو هيجي لك قدر المتعة بس من مجرد ان هي معركة بين الاموات والاحياء هي هتجي لك كم المتعة اللي انت عايزه هيوصل لك ما تقلقش انما انت بقى لو بتتفرج علشان تشوف ابداعات اخراجية وحاجات تشغيل دماغه وكده فمش هتلاقيها يعني مش هتلاقيها خطس ما علينا عدة الحلقة التالتة والحمد لله قدروا ينتصروا على الاموات وكل حاجة نرجع بقى لاخلافاتنا احنا الشخصية كبنيات مين ونشوف مين بقى اللي هيبقى الملك وكده وجات الحلقة الرابعة الحلقة الرابعة ما فيهاش اي احداث الحلقة فيها شوية مناوشات كده بسيطة لا ترقل ان هي تبقى حلقة كاملة من موسم اخراني المسلسل بحجم جيمة في سورون يعني بكده الموسم كان يخلص في حلقتين والله انا شفت الحلقة الرابعة دي على ان هي يا جماعة احنا لسه خارجين من حرب وكده فتعالوا نليح لنا كده حلقة ما يعني لسه فضل حلقتين وجات الحلقة الخمسة وبرغم ان الحلقة الخمسة دي حلقة وحشة جدا لكن هي الحلقة الوحيدة اللي ينفع نقول ان هي ايه يعني تنفع موسم اخراني نعم احداثها محدش فينا حبها بس هي الحلقة الوحيدة اللي فيها احداث وفيها حاجات يعني فيها شغل تنفع تنفع يا جماعة برغم ان هي حلقة وحشة انا هذا شخصيا بقرأ اكتر حلقة بقرأها في الموسم كله هي الحلقة دي وجينا بقى للحلقة الاخيرة عندك خمس حلقات اسوأ من السوق فاضل حلقة واحدة بس تعوض فيها كل حلقة وده الحقيقة هم معرفوش يعملو خالص يعني هم واقعوا الموسم بزيادة الحلقة اقل تقييم في الموسم كله اسوأ نهاية المسلسل انت اللي بتكرهه ما تحبش انه هيبقى بالنهاية دي لكن علشان اكون حقاني الحلقة الاخرانية دي حلقة مثالية خاتمة مثالية لكل اللي قابليها يعني اللي قابليها كله وحش فانت عايز انها تبقى عاملة ازاي النهاية تبقى كاريسية طبعا انا في رأيي الشخصي يعني الموسم السابع كان سبع حلقات بس كان ممكن نضغط ست حلقات دول كلهم في ثلاث حلقات ونحطهم على السبع يبقى عشرة وكان موسم يعني كان هيبقى الحلو هيشيل فيه الوحش لكن هم يعني عايزين يبيعوا زيادة وده ده ما حصلش ده هم دمروا المسلسل مسلسل كان بينافس على احسن مسلسل في التاريخ بسبب الموسم الاخراني ده هو حلو يعني برضو يزال ان هو بينافس بس طبعا مش على الاحسن في التاريخ ده تقييمه نزل خالص يعني الشركة ان شاء الله بقى عايزين اتعوضنا في المسلسل المشتق منه هم خلاص بدأوا المراحل الانتاجية ليه ان شاء الله بقى يعني يتحفونا بحاجة تانية يعني بس كده يا جماعة انا خلصت الفيديو النهاردة وياريت لو عجبك الفيديو دو سلايت ليه ويدعمني بقى بشير وصابس كراب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته